تحدياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها كثير في ناس بتخفيف دم لما تشوف أي أنثة أي امرأة في كرة القدم وبتقولها روحي على المطبخ سواء كانت محللة صحفية مشجعة لاعبة كرة قدم فكرة شطارة أن يقولها روحي على المطبخ ولو يوما ما نساء اليابان سمع اللي بيقولهم روحي على المطبخ لكانوا أضاعوا فرحة على 126 مليون نسمة في مباراة بيعتبرها كثير ناس مولد كرة القدم النسائية الحقيقية في مباراة تعتبر أهم مباراة كرة قدم نسائية في التاريخ بالنسبة لكثير ناس من حيث تأثيرها عشان هيك هي معنا في قصة الجمعة اليوم حل ندخل في تفاصيل هاي الحلقة ولكن كالعادة بذكركم إذا عجبكم الفيديو أثناء المشاهدة بتتركوا لايك وإذا ما عجبكم كمان بتتركوا لايك لأنكم أصحابي وهالمرة بدي أمون عليكم اتشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحسوهم بحبوا هيك نوع من القصص بدي أرجع لـ 2011 لنهائي تبين فيه أنه الخاسر فرحان بفوز خصمه بدي أرجع لـ 2011 كأس العالم للسيدات اللي مقام في ألمانيا اللي هي أيضا صاحبة لقب 2007 مرشح فوق العادي ألمانيا للقب ومحها منتخب آخر اسمه أمريكا من أول ما بدأت كرة القدم النسائي وهو دائما من أقوى المنتخبات ودائما من المرشحين ومنتخب فيه اسمه اليابان منتخب ياباني جاي بعد جراح رهيبة للي ما بيذكروها في مارس 2011 قبل أربع شهور من كأس العالم للسيدات كان فيه زلزال كبير في اليابان تسبب بتسونامي ثم تسبب بكارثة نووية فيما يسمى مفاعل فوكوشيما أكثر من 16 ألف ضحية والتقديرات بتقول ممكن اللي ماتوا بسبب هذه الكوارث 20 ألف وخسائر اقتصادية مالية بتزيد عن 360 مليار دولار دولة بعظمة اليابان وضعت على المحك اضطرت تاخد مساعدات من مين مكان والدموع كانت العلامة الفارقة بل بالأحرى العلامة المشتركة ما بين شعب اليابان بدأ كأس العالم للسيدات الجميع جاي يفوز فيه كرياضة إلا سيدات فقط سيدات اليابان جاي يفوزوا فيه عشان يمسحوا جراح شعبهم عشان يفرحوا شعبهم اللي بكى واللي شعر بهزة ما كان متوقع يشعر فيها بعد الحرب العالمية الثانية بدأت المجموعات اليابان احتلت المركز الثاني أمريكا أيضا في الطرف الآخر احتلت المركز الثاني صعدوا إلى دور الثمانية اليابان وضعت في المهمة اللي تصمى المستحيلة تلعب مع بطل العالم ألمانيا مع المنتخب اللي أحسن منك فنيا مع صاحب الأرض لكن الروح اليابانية أو الروح الساموراي خرجت بالسيدات أيضا وقدروا يتأهلوا ويهزموا ألمانيا بهدف مقابل لشيء في الوقت الإضافي في الجانب الآخر كانت أمريكا عم تلعب مع البرازيل مين البرازيل وصيفت أيضا النسخة السابقة واللي محها أسطورة أساطير كرت القدم النسائية مارتا مارتا سجلت هدفين لكن ما كان كافيا أمام أمريكا اللي بكل بساطة دائما قدرت ترجع بالنتيجة وتأخذ البرازيل لركلة ترجح وتتأهل بعد ذلك المنتخبين كمنوا طريقهم ليلتقوا في النهائي اليابان وأمريكا المفارقة كانوا ملتقين قبل ذلك في كأس العالم للسيدات مرتين والمرتين أمريكا فازت والمرتين اليابان ما قدرت تسجل أي هدف أمريكا كانت المصلة في رقم واحد في كرت القدم النسائية على تصنيف الفيفا الرسمي كل المؤشرات بتقول اليابان عملت معجزة المنتخب اللي خرج ثلاث مرات من دور المجموعات على التوالي قبل منذيال 2011 عم بيوصل مهائي البعض أراد أن يكتفي بذلك إلا شخص وحد مدر منتخب اليابان للسيدات جمع اللاعبات قبل المباراة وقال لهم هذه المباراة ما بتمثلكم أبدا هذه المباراة بتمثل اليابان بتمثل شعب اليابان ومحتاج هذا الشعب ابتسامه وذكرهم بصور مأساوية من الحوادث اللي صارت من التسونامي عشان يعرفوا أنهم ما عم بلعبوا مباراة قدم ضد منتخب أمريكا فقط أمريكا بتتقدم بالدقيقة 69 عبر الشهيرة عليكس مورغان في الدقيقة 82 عم بترد بكل بساطة اليابان وبتتعادل راحة المباراة أوقات إضافية أمريكا بترجع تتقدم وتحديدا في الدقيقة 104 والرجاء في الدقيقة 117 لمنتخب اليابان عبر هوماريساوة هدفت المونيديال وأفضل لاعب في ذلك المونيديال أيضا 117 يعني كان ما بين أمريكا وتتويجها باللقب ثلاث دقائق فقط رفضت اليابان تستسلم وتعادلت وفي ركلات ترجيح أهدرت أمريكا أول ثلاث ركلات في حيب مضت اليابان بنجاح في التزديدات مع ذاكرة واحدة وتوجه بكأس العالم بعدها العالم كله نطق بعدها العالم كله لاحظ شيء جديد جدا في كرة القدم النسائية إنه مهما كانت اللعبة مهما كان مستوها الفني مهما كان جنسي اللي بيلعبها ذكر أنثى مهما كان عمره كبير صغير كرة القدم مؤثرة للغاية بردود الفعل اللي صارت بعدها صحيفة القارديون تعاطفا مع اليابان وصفت منتخبها بأنه برشلونة كرة القدم النسائية وبتكلم عن 2011 وقتها كان برشلونة صعب جدا يتقارن في أي حد مش بس من الموجودين بل من الموجودين أيضا عبر التاريخ مدرب اليابان ساساكي يخرج في تصريح شهير جدا كان علينا فعل شيء من أجل هذا الوطن وأثناء الكارثة كان العالم كله عم بتسابق يساعد اليابان مثل ما اليابان ساعدت كثير دول عالم في الماضي منتخب اليابان للسيدات وجد في ذلك فرصة بعد ما توج كان معايا فطة مكتوب عليها إلى كل أصدقائنا في العالم شكرا لكم على دعمكم أرسلوا رسالة شكر هذا المنتخب السيدات وصلت كل العالم رئيس الوزراء الياباني مباشرة بعد ما شاف تأثير اللقاء منح منتخب سيدات اليابان جائزة الشرف الشعبية وثيفة أصدرت في إحدى موادات صحفية بيان بقول فيما معنى تلك المباراة كانت نقلة إلى مستوى آخر في تاريخ كرة القدم النسائية من حيث الشغف من حيث القتالية من حيث المستوى من حيث التأثير الإعلامي إن كرة القدم النسائية قادر تأثر مثل الرجالية في ذلك اللقاء بعد ما فازت اليابان نزل الجمهور الياباني على الشارع في حادثة نادرة جدا في شيء يتعلق بكرة القدم النسائية حول العالم وعبر التاريخ نادرا ما نزل الجمهور لفوز منتخب سيداته إلا في لحظة يابانية خاصة جدا الغريب كان أيضا ردت فعل منتخب أمريكا للسيدات اللعب وانبك خرجت وقالت لقد قاتلوا أكثر منا كانوا بحاجة للفوز أكثر منا نحن سعداء من أجلهم لقد كانوا بحاجة لهذه الفرحة كان في تعاطف مع اليابان حتى تلك اللحظة حتى من الخاسر حتى في لعبة أمريكية اسمها جولي قالت لقد علمونا الأمل والتمسك بالأمل مهما كان الوضع صعب مهما كان الوضع محبط علمونا إنه دائما في أمل ودائما في قدرة إذا صمت اتحقق لعبات اليابان لما روحها أبلادهم كانوا متفاجآت للغاية شو اللي بصير شو هالفرحة هذه ماتوا وإحنا رحنا ومش حاسين إننا حنرجع واليابان تبتسم كثير من لعبات اليابان صرحوا في ذلك الوقت لقد رأينا اليابان تبتسم عادت وكانت أول فرحة لليابان بعد كارثة هزت وجدان الدولة حقيقة بعد كارثة قدرة كورت القدم النسائية اتغير شيء قدرة كورت القدم النسائية تبعث أمل واللي بيقول أنت بتبالغ ما بيعرف قديش مهم شعور الفرحة تاعت كورت القدم ما بيعرف إنه في دراسات اقتصادية بتأكد إنه المفوز بألقاب دولية الناتج القومي الإجمالي تاعدولته في السنة التالية بزيد ما بيعرف إنه في ألمانيا بيأمنوا إنه فوزهم بكأس العالم كان نقطة تحول في نهضة ألمانيا كلها في ناس شايفيت هذه المباراة أهم من كل الخطط السياسية والاقتصادية اللي وضحها الخبراء الألمان انتصار لليابان انتصار على أمريكا اللي ما هزمت من حيث ردت فعل لاعباتها واللي كانوا متعاطفات مع الفوز الياباني انتصار أثبت إنه كورت القدم قادر تغير كل المسارات من حيث اللي لا متوقع من بطولة مش متوقع على اليابان من بطولة سيدات مش متوقع يكون إلى تأثير إعلامي كانت عم بتفوز باهتمام كل الإعلام العالمي ووقتها لأنه اليابان كانت جريحة ومنتخب سيداتها كان ساموراي حقيقي مع أني ما شفت كثير بأفلام اليابانية ساموراي سيدات لكن شفنا بالواقع كمباراة فعلا كانت نقطة تحول بالاهتمام الإعلامي وأخذ كورت القدم للسيدات على محمل الجد أكثر وصل هون لنهاية حقق قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبك تويتر وإنستغرام وضروري جدا نتابعوني على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله